كيف يعمل محرك السيارة؟ الجزء الأول هل سألت نفسك يوماً عن محرك السيارة ومما يتكون؟ أو حتى كيف يعمل؟ ما رأيك أن نفكك هذا المحرك ونرى ما بداخله من أجزاء وكيف يعمل لتتحرك السيارة؟ أجزاء المحرك أولاً المكبس أو الضاغط يكون عددها بعدد الاستوانات ثانياً دراع التوصيل ثالثاً عمود المرفق يحمل العزم الدوراني الناتج عن الحركة الترددية للمكابس لخارج المحرك وفي النهاية إلى العجلة وله حدافة ذات أثقال مهمتها تعديل التذبذ بالناتج عن حركة المكابس الترددية لإعطاء دورات متوازنة رابعاً عمود الكامات يقوم بفتح الصمامات وتدوير الموزع ومضاخة الزيت خامساً الصمامات بشكل عام هي صمامين لكل استوانة ولكن في التصاميم الحديثة زاد عددها عن اثنين تأخذ حركتها من عمود الكامات تفتح الصمامات وتغلق بسبب الشكل الهندسي للكامة سادساً الحذبات أو الكامات سابعاً عمود التروس ثامناً السلسلة أو حزام التوقيت تقوم بمزامنة عمود المرفق وعمود التروس لذا تفتح الصمامات وتغلق في الوقت الصحيح خلال أشواط السحب والطرد للاستوانة تاسعاً غطاء رأس الاستوانات يحتوي على غرف الاحتراق وفيه تركب شمعات الاشتعال عاشراً الاستوانات وتمثل غرف الاحتراق تقوم بتلقي الضغط المتولد ونقل الحرارة حادي عشر الحوض العلوي يثبت الاستوانات وغالباً ما يكون مع كتلة الاستوانات ككتلة واحدة ثاني عشر الحوض السفلي يحتوي على الزيت ثالث عشر غطاء الكولاس رابع عشر أنابيب الدخول والخروج خامس عشر العجلة دارات المحرك أولاً دارة الوقود أو التغذية وتتكون بدورها من ألف مصاف الوقود التي تستخدم لتصفية الوقود من الأوساخ ومنعها من الوصول إلى المغذي والمضخة باء مصاف الهواء تستخدم لتنقية الهواء من الغبار جيم مضخة الوقود تسحب الوقود من الخزان الموجود في مؤخرة السيارة وتدفعه إلى المغذي على المحرك دال المغذي يقوم بخلط الوقود والهواء بنسبة معينة يحتوي على مضيق عندما يمر الهواء فيه تزداد سرعته وينخفض ضلطه يتم في هذه الدارة سحب الوقود من الخزان وتصفيته مرتين المرة الأولى تصفية الوقود من الأوساخ والثانية تصفية الهواء من الغبار ومن ثم تسليمه إلى المغذي حيث يتم خلط الهواء والوقود بنسبة معينة وهي 14 إلى 1 حيث كل جزء من الغازولين يحتاج إلى 14 جزءا من الأكسجين ثانيا دارة التزييد أجزاؤها ألف مصفات الزيت تزيل الشوائب من زيت المحرك باء خزان الوقود يتضمن زيت المحرك جيم مضخة الزيت تعمل على إبقاء الزيت مضغوطا ومتدفقا إلى المحرك بالوقت المحدد دال أنابيب توصيل الزيت هي قنوات لحمل الزيت إلى أجزاء المحرك المختلفة ها سيخ الزيت لقياس مستوى الزيت يستخدم الزيت في تزييد الأجزاء المتحركة في المحرك كما يقوم بالتنظيف ويمنع حدوث الصدق ويضمن كفاءة الإغلاق ويبرد المحرك وذلك من خلال حمل الحرارة بعيدا عن الأجزاء المتحركة الحلقات الموجودة حول أجزاء أعلى رأس المكبس تبقي الزيت خارج عمليات الاحتراق بينما تسمح من جهة أخرى بتزييد الاستوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر